استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس جرودنبرغ وأعرب أبو الغيت خلال اللقاء عن دعمه لجهود المبعوث في التوصل لاتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي في الفترة الأخيرة معربا عن أمله في استمرار الهدنة الحالية برغم هشاشتها مشددا على دعم جامعة الدول العربية للحكومة الشرعية في اليمن ولكافة الجهود التي تبدلها الرياض من أجل استعادة الاستقرار للبلاد وكدى أبو الغيت للمبعوث أن التطورات الجارية في المنطقة تستدعي بذل كل جهد ممكن لنزعي فتيل التصعيد مشيرا إلى خطورة انخراط قوات الحوثي في هجمات تهدد التجارة البحرية في واحد من أهم الشرايين الملاحية في العالم وهو البحر الأحمر